قال لي هاي حتى تكون هو كان يعتقد وأيضاً احنا كنا معتقدين أنه ما توصل للأمور للمحاكمة يتم التخلص من عنده بطريقة السموم وهذا اللي كنا معتقدين الآن وهو والكل أنه ما توصل الأمور للمحاكمة لأنه لأنه ماك شيء يعني قضية الديجيل ورئيس دولة يتعرض لمحاولة اغتيال يعني شيء يعني وحالهم للقضاء لا عدمهم ولا انتقام من عدهم حالهم للقضاء وأمر طبيعي بس دكتور خلينا نكون منصفين يعني اتجرفت بساتينهم البساتين اللي اتجرفت كانت أنا ما رح للديجيل بس حسب اللي افتهمتها هي موجودة على الشارع وكان يستخدموها وكر حزب الدعوة يستخدمونها واستخدموها استخدموها بالعملية محاولة الاغتيال فالرئيس كان يعني ما إلى ذنب موضوع دديجيل أمر طبيعي الدستور العراقي يقول أحكام الاعدام اللي تصدر لازم يوافق عليها رئيس الجمهورية يوقع عليها يعني يصادق عليها بس فمن يصادق إلى صلاحيات أما يأفي أو يخفف أو يخليها مثل ما هي هذه جرمة الرئيس بعديا يعني يعني هذا يمكن أعلن المرة الأولى يعني الشعب العراقي الرئيس بقضية الدجيل من خلال قناة التغيير من خلال قناة التغيير ومن خلال أستاذ جلال المداوي نعفوه الرئيس ما مجرم ما مسند إلى تهمه بقضية الدجيل الرئيس خلوه شاهد بقضية الدجيل لكن اللي حوله كمتهم وصار اللي صار هو مدعي العام جعفر الموسوي ومنه كان المتهم الأول المتهم الأول برزان تكريتي عواد البندر واطراف أخرى وهو شاهد هو شاهد ما كان متهم يعني بعدين جعفر الموسوي سيد جعفر الموسوي بالضبط المدعي العام جعفر الموسوي حول من شاهد إلى متهم وصار اللي صار المحامين اللي التعقوا بيكم فيما بعد أتذكراني شخصيا أكون محامي كان من من قطر يمكن هيئة الإسناد أسمها هيئة الإسناد وفيها من مصر وفيها من الأردن نعم من كل الجنسيات من أغلب الجنسيات ورمزي كلار وزير العدل الأمريكي السابق وزميلة البروفيسور كيرز دوبلار وفيها ماليزيين وفيها إسبان وفيها من الشخص المصريين كانت شكلية لو كانوا يعدون دور لا كانت يعدون دور يعدون دور رغم أنه الرئيس من أول يوم المقابلة الأولى قال لي وليا دي شوف ذي شيء طب لقد قلت لها نعم قال لي وكأنه قرار الأعدام موجود عليها فأنتو عملكم ينحصل بثلاث أساسيات الأساس الأول هو تواصل إنساني بين يوبيا أبناء شعبي الجانب الآخر جانب اعتباري أنه صدام حسين هذا ويا المحامين العراقيين ويا المحامين الأمريكان ويا المحامين العرب يجوا يطوعوا ويدافعون عننا والجانب الآخر هو اللي يفضح المحكمة من داخلها لأن الشعب ما رح يعرف ما يدور داخل المحكمة بسبب الفلترة إلا إذا تكونوا أنتم موجودين ترجمة نانسي قنقر